بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معن Chapter 10 Power Screws وبنستكمل Torque Required to Raise Load أو تحديد قيمة التورك اللازم لرفع الحمل ده عندنا طبعا المستوى المائي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده ده الحمل وبيأثر الى اسفل بقيمة W ده قيمة الفورس اللي احنا بنأثر circumferentially او بنأثر بها محيطيا عشان نرفع الحمل وده قيمة الفريكشن فورس بالطبع هنا القوة بي هنحللها الى المركبة بتاعتها في الاتجاه ده مع معلومية الزاوية ألفا اللي هي زاوية الهيليكس أنجل اللي بتساوي مع زاوية الهيليكس أنجل هنا هيبقى عندي هنا قيمة البي كوزين ألفا ده الفريكشن فورس ده الرياكشن ده قيمة الو هنلاحظ هنا ان القوة في هذا الاتجاه بي كوزين ألفا تساوي W المركبة بتاعت الدابيو هنا في الاتجاه ده اللي هي W ساين ألفا زايد الفريكشن فورس هنا طبعا هيساوي W ساين ألفا والفريكشن فورس هنا هنحلها ونحط قيمتها اللي هي ميو في الار ان في الاتجاه النورمل بقى او الاتجاه العمودي هلاحظ ان ر ان هنا هتساوي ايه؟ هتساوي W كوزين ألفا زايد بي ساين ألفا W كوزين ألفا زايد بي ساين ألفا هشيل الار ان من هنا واعوض بقيمتها اللي هي دي يديني المعادلة دي يبقى بي كوزين ألفا هيساوي W ساين ألفا زايد ميو في اللي هي قيمة بقى الار ان جبتها من هنا اللي هو بي ساين ألفا زايد W كوزين ألفا هاخد العنصر اللي في بي هنا في الطرف التاني عشان اخد بعد كده البي عامل مشترك واسيب الدابلو هنا مع الدابلو واخد الدابلو عامل مشترك ايضا هنتج عندي ان البي او القوة اللي انا بأثر بها تساوي W في ساين ألفا زايد ميو كوزين ألفا على كوزين ألفا مينص ميو في ساين ألفا دي المعادلة اللي كانت معانا من شوية ها هعمل ايه بقى هعوض عن قيمة الميو ده هيت بتان فاي اللي احنا قلنا عليها قبل كده يبقى نشيل ميو ونحط مكانها تان فاي هنتج عندي في المعادلة دي بعد ما شلت طبعا ده مكان الميو هنا نفس المعادلة بس ده مكان ايه الميو ملتوبلاينج دي نومريتور ان دينومريتور باي كوزين فاي هضرب البسط والمقام في كوزين فاي اللي هي هنا بالطبع طبعا هتضرب في جميع الأطراف كوزين فاي وهنا كوزين فاي طبعا لما اضرب كوزين فاي هنا مع تان هيديني ايه ساين فاي بعد كده المعادلة هنصفيها هتبقى بالشكل ده كده بي بتساوي دابلو في ساين ألفا زائد فاي على كوزين ألفا زائد فاي بالطبع ساين على كوزين هتديني تان يبقى في الحالة ديت ان البي هتساوي دابلو في تان ألفا زائد فاي حددنا البار بتاعتنا يبقى البار بيساوي دابلو في تان ألفا زائد فاي التورك بقى ريكويرت حدد التورك اللازم لرفع الحمل والتغلب على الفريكشن بتوين السكرو اند ناط هيبقى التورك وهرموز له بالرمز واحد وهنقول ليه واحد لان فيه تورك عندي تاني هنتكلم عليه فيما بعد يبقى تورك واحد هنا هيساوي قيمة الفورس ضرب دي على اتنين اللي هو القطر على اتنين وبالتالي هيبقى عندي ده قيمة التورك رقم واحد اللازم لرفع الحمل نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله